تراجعت باريس عن مطالبتها برحيل الرئيس الأسد لتنظمها إلى حليفتها واشنطن التي دعت أمثل تعاون بين الحكومة والمعارضة في سوريا ضد داعش دون رحيل الرئيس الأسد يأتي ذلك فيما يواصل الطيران الحربي السوري والروسي استهداف تنظيم داعش وما يماثله من تنظيمات مسلحة وسط تقدم لجيش في رفي حلب والذقية الشمالية انضمت باريس إلى حليفتها واشنطن في تقديم مقربة جديدة للأزمة السورية فبعد أن دعت الحكومة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها الجون كيري إلى تعاون بين الحكومة والمعارضة في سوريا لمكافحة داعش أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عدم تمسك بلاده برحيل الأسد قبل الانتقال السياسي وقال في مقابلة صحافية إن محاربة داعش مسألة حاسمة لكنها لن تكون فعالة إلا إذا توحدت مجموعة القوى السورية والإقليمية مشير إلى أن الوصول إلى سوريا موحدة يتطلب عملية انتقال سياسي دون أن يعني ذلك أن على الرئيس الأسد الرحيل قبل عملية الانتقال هذه إلى ذلك اتهمت موسكو واشنطن بأن تصريحات مسؤوليها بشأن سوريا مبنية على معايير مزدوجة وقالت في بيان لوزارة الدفاع إن عدم رصد الأمريكيين صهاريش داعش التي تنقل النفط السوري المسروق إلى تركيا هو غطاء مباشر لعملية التهريب ميدانياً كثفت طيران الحربي السوري والروسي غاراتي على مواقع داعش والنصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا وما يمثلها من تنظيمات مسلحة في قرى وبلدات الغوطة الشرقية وأرياف حمص وحماء وحلب ودرعة ومحيط مطار دير الزور العسكري فيما استعاد الجيش بلدة النصر الله بالريف حلب موسع منطقة تأمين مطار كويرس العسكري بينما قال المرصد السوري المعارض مقره لندن إن نحو عشرين مسلحاً وأغلبهم من النصرة لقوا مصرعهم خلال هجوم نفذوه على كتيبة للجيش بقرية جدية بريف درعة مضيفاً أن الجيش تمكن من أسر مسلحين فضلاً عن إصابة خمسة وثلاثين مسلحاً بجروح خطيرة كما أورد أن اشتباكات وصفها بالعنيفة دارت بين الجيش ومسلحين أغلبهم من النصرة والتركمان والفتح في محيط برج زاهي وعرفيت بريف اللاذقية شمالي وسط تقدم للجيش الذي استعاد القرية حسب قوله اشتركوا في القناة